الوليد ابن المغيرة كان يأتي في موسم الحج يجون الناس لحجاج وقالت قريش خدونا اتفق على كلمة وحدة إذا جلس نقول ساحر شاعر كاهن لخبطنا نفسنا والناس ما صدقونا فجوا عند الوليد ابن المغيرة قالوا انت كبيرنا اختر لنا شيء قال انتم اختاروا قال نقول عنه شاعر قال والله هنعرف الشعر هذا ليس بشاعر قال نقول عنه كاهن قال الكاهن نعرفه هذا ليس بكاهن قال نقول عنه مجنون قال والله هنه عقل مني ومنكم ما يمكن هو سمع القرآن الوليد وتأثر به قال والله ان له لحلاوة وعليه لطلاوة وان لعلاه لمثمر قال ايه صدقت يا الوليد ما نقبل منك هالكلام ثاني مرة قال ابو جاهل لا تقول هالكلام لانه لو انتشر عند قريش انك تقول هالكلام امنوا وصدقوا طلع كلام الان يشكك في كلامك هذا اللي قلت انه لحلاوة وعليه لطلاوة عشان نقدر نهتم هالكلام اللي انتقلتها جلس فكري 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 الله يقول انه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يبثر هذا قال سحر بس وقالت الناس مثلا سحر يرني ومن خلقت وحيدا الله يقول وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومحت له تمهيدا ثم يطمع ان اجد كلا انه كان لآياتنا عنيدا فاريقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم بسر ثم ادبر واستكبر ومات عليش مات ويسمع القرآن ويقول له حلاوة مات على الكفر واستجتمعت قريش على ان تقول هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش ما نزل القرآن علي انا او على مسعود الثقافي اللي هو شيخ ثقيف وجاءوا قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون يقول ليش ما نزل القرآن علي وقال على الثقافي سيد ثقيف فحنا اكثر منه مال واكثر من عزة انا عندي عشرة عيال خمسة على يمين وخمسة على يسار افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له اتينا مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمدلهم العذاب بمدة ونعرثهم ما يقول ويأتينا فردا سيأتي فرد يوم القيامة ثم يحاسب